السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في عالم امان سابون سائل جميل جدا نظافة جميلة وريحة وتوفير من حاجة كنا نرميها من قشر الوستفنزي شايفين الفون الرغوة جميلة بجد حلوة وكمية ووفر جدا جدا انا عملت خمسة كيلو سابون خام مركز جدا جدا زي ما احنا شايفين من حاجة كنت حرميها يعني انا لو زودته هيكون معايا حوالي تسعة كيلو شوي اول خطوة في السابون بتاعنا جبت قشر الوستفنزي بالشكل ده شلت اي فرع اللي هو الاخضر فيه اي حاجة وكمان شطفته كده علشان يبقى نضيف برضه في السابون بتاعي زي ما احنا شايفين كده مخصول ونضيف هحط عليه حوالي لتر مية او لترين علشان يغلي فيهم انا عايزاه يغلي جامد جدا بالشكل ده وهوريكم منظره لما يتقل معايا هيبقى ازاي معايا ايه كمان معايا سابونة صنلايت طبعا الصنلايت باللمون يعني هي لوحدها كده حاجة جميلة غير كمان قوت الوستفنزي اللي احنا هنحطها معايا يعني السابون بالجد ناجح وجميل جدا ريحة ونضافة وحاجة حلوة قوي هبشر السابونة بالشكل ده لغاية اهو علشان يسهل علي ان هي تدوب بسرعة هبشر هجامد كلها لما احنا شايفين كده علشان تكون الكتعة بتاعتها صغيرة وسهل علي ان انا ادوبها بسهولة ان شاء الله هتجربوا للصابون ده وهتدعولي بإذن الله ومستنية الدعوة الحلوة منكم هكمل انا بقى بقيت السابونة هبشرها كلها كاملة وبعد كده هرجع لكم ان شاء الله تاني كده انا بشرت السابونة كلها بالشكل ده هبتدي بقى اجيب حلة وافض فيها السابونة بتاعتي اللي انا بشرتها وحط عليها حوالي لتر مية بالشكل ده علشان ادوبها هجب بقى المضرب السلكة عادي وابتدي بقى ادوب السابونة بتاعتي بس طبعا لازم احطها على النار شايفين انا بقى مش عايزة اي سابونة يبان فيها انا عايزها تدوب كويس جدا جدا كده انا حطيتها على البوتاجاز واقلب كويس جدا ادي فيها كده بالمضرب السلك علشان تدوب بسرعة وما يبقاش فيها اي تكتلات بالشكل ده افضل اقلب اقلب مزهقش واسبها بقى هي هتجلي جامد ومش حلاء ان شاء الله اي سابونة فيها من الشكل ده اهم خطوة ان انت تسلوها يا عشر اليوستفاندى ويتدوب السابونة وده الخطوات الاولى بتاعتي الخطواته سهله وبسيطة ومش هتكلفك حاجه احنا كنا هنرميه يعني ماكلفتش 6 جنيه في الموضوع ده كله اللي هو ثمن السابونة وحاجة بسيطة تاني هنحطها كده ده بتخالص من كتر التقليب على النار بالشكل ده جميل الريحة طالع بها ما قولكوش اشر اليوستفاندي مع ريحة الصبونة لوحدهم ولسه كمان ما تحطوش على بعض في الناحية التانية انا حطة كده ايه اشر اليوستفاندي اهو سيبه يغلب راحته جدا لغاية لما يبقى بالشكل اللي انا هورهولكو دلوقتي يبقى بالشكل ده يتقل كده وينزل في الحلة من تحت كده يبقى تهارة معايا انا عايزاية تهاري خالص خالص بالمية بتاعته دي مش هارميها طبعا يعني بدل ما كنت بحط المية بس لا انا هتحن في الخلاط اشر اليوستفاندي مع المية بتاعته بس ده بعد ما يتبرد خالص خالص مش عايزاية فيه اي سخونية بالشكل ده انا تحنته في الخلاط بجيب مصفة وبصفيه علشان ما يبقاش فيه اي حاجة وانا بعمل السبون بتاعي اشر اليوستفاندي هو مش مطلع اي حاجة لاني سلقته كويس جدا جدا بس برضو انا قلت اصفيه بالشكل ده مش مطلع حاجة شايفين زي الفل ولا حاجة خالص يعني حتى التفل ما طلعهوش اهو بالشكل ده شايفين بقى داميلة ازاي دي بقى السبونة بتاعتي بعد ما بردت طبعا بعد ما غليت ودبت على النار سبتها تبرد خالص خالص ساعة واحدة بس واقل من الساعة ولقيتها بالشكل ده شبه الجبنة كده وفكها بالمضرب السلك شايفين سهلة وبسيطة خالص ما خدتش حاجة بس لازم تصبيها تبرد خالص وبعد كده تفككيها هبتدي بقى احطها في حاجة كده ايه واسعة علشان طبعا كمية السابون هتكون كبيرة بالشكل ده هقلب كويس قوي قوي انا كده فككتها خالص مش بس كده هحط عليها كمان اليستفان دي اللي انا غليته وصفيته مش بس غليته ده نسبته يتسلق لما تهرى خالص زي ما شفنا شكله هقلب بقى شايفين اللون بتاع السابون طبيعي ولا حتى لون ولا حتى اي حاجة السابون بتاعي جميل والمنظر متكلم عن نفسه شايفين جمالي السابون بتاعي والتقلي بتاعي عامل ازاي ده انا حتى مش قادرة الفه بالمضرب والسلك بتاعي تحفى بجد جميل والريحة طالعة تحفى تخيلوا انتو انا بس ضربت القشر اليستفان دي في الخلاط خلى الخلاط بيبرق من النظافة دي معلقة بلسم كانت عندي قلت اضيفها ممكن ما تحطيهاش بس انا حطتها عشان يبقى ناعي معلقة داية وده نص كيلو سابون سيل هحطوا عليه علشان بدل ما اشتري مواد كيموية كل حاجة الواحدة السابون السيل كده هنا زي الخميرة زي ما بتعملي الزبادي كده وبتجيبي كوبات زبادي حطيت معلقة كبيرة ملح دي معلقة صغيرة حطيت اتنين منها علشان يدوني معلقة كبيرة معلقة كبيرة ملح وقلب كويس جدا السابون بتاعي مكونات سهلة وبسيطة خالص حطيت معلقة بلسم عشان يبقى ناعي معلقة داية بس انت تقدر تستجني عن الخطوة دي نص كيلو السابون مع السابونة ما كلفونيش 6 جنيه هاتي ارخص نوع سابون بس عشان اي حاجة كموية ما تبقاش نقص السابون بتاعك انا عاملة حاجة طبيعية ما تدرش ايدي وما تدرش اي حاجة رحت اليوستفان دي جميل جميل يعني من جير ما تكلم معروفة عطرلي المطبخ بس وانا بس لقم تخيلوا شايفين الفون بتاعه والرغوة عاملة ازاي والتقلي بتاعه عاملة ازاي خام مركز يعني انا لو عايزة ازوده هيديني 9 كيلو زيادة انا طلعت 5 كيلو بس بالتركيز ده كله وبالتقلي ده كله الازازة الكبيرة دي بتاخد دي كل ازازة فيهم لتر دي معروفة الازازة الكبيرة دي بتاخد 2 كيلو ونص كانت تعرض دي يعني حاجة ساعة كانت 2 ونص كبيرة قوي دي فكده معايا حوالي 5 كيلو مركز خام انا ما ضفتش ليه اي ميا ولا اي حاجة انتوا زي ما شفتوا المنظر كده ما تنسونيش حبيبي في اللايك السلام عليكم اشتركوا في القناة